السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوة جول معي. الارضة كان في مباراة مهمة جدا ما بين باريس سان جرمان وبايرن مينيخ في دور ستاشر من دوري ابطال اوروبا. اه دي مباراة الزهاب اللي بتتلاب على اه ارض باريس سان جرمان في فرنس. اه نادي باريس سان جرمان وصل الدور دوت كتاني مجموعة خلف اه بنفيكا وهي مجموعة التامنة بعد ما تساوا معا في اه النقاط ولكن فرق الاهداف كان لصالح نادي بنفيكا. اه نادي بايرن مينيخ اه وصل اه هذا الدور بعد ما اه اه كان بطل المجموعة التالتة بالعلامة الكاملة اه بعد ما فاز على انتر ميلان وآآ بارشلو. اه نادي باريس سان جرمان النهاردة ابتدى اللقاء بتشكيل اه مكون من دونا روما في حراسة المرمى. اه دانيلو بيريرا اه في خط الدفاع وراموس وماركنيس واشرف حكيمي. خط الواسط اه فيراتي ومينديس وامري. وقدامهم في الهجوم اه سولار ونيمار وميستي. الناحية التانية باريس سان جرمان ابتدى بسومير في حراسة المرمى. خط الدفاع من اه جوا كاسيلو وقوبي ميكان وديلايت وبافار. اه خط الواسط اه جرويسكا وكيميش. وقدامهم موسيالا وكومان وصاني وفي الهجوم شواء وانتينج. اه ابتدى اللقاء نادي باريس سان جرمان بيلعب بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد. ونادي آآ بايرن ميونخ ابتدى بنتيجة بيلعب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة. ابتدى اللقاء بضغط رهيب من عكس المتوقع آآ لباريس سان جرمان. ففي الثانية تسعة وعشرين كان كرة من ناحية الشمال دخل بها كومان وشاط كومبيلا آآ صدها آآ دونا روما وعد بجوار قائم الايسر وآآآ كانت اخطر كرة في الثانية تسعة وعشرين. آآآ حتى جاءت الديئة تلاتين يعني احنا عدنا تقريبا آآ تلاتين دقيقة آآ كان لقاء سجل ما بين الفرقتين ولكن كان الاخطر آآ نادي آآ باريس سان جرمان. آآ ففي الديئة تلاتين كومان لعب عرضية خطيرة آآ تلع آآ بدماء مواتينج آآآ وعدت بجوار القائم الايسر. وفي الديئة تلاتة وتلاتين كومان آآ بيرقص على حدود منطقة الجزاء من ناحية الشمال ويشوت صاروخ على يمين آآ حارس دونا روما. لو حضراتكم تلاحظوا كده احنا كل اللي احنا منتكلم عليه ده وطك لبيرن ميونيخ. لان فعلا فريس سان جرمان كان اداء سلبي جدا. اداء آآ مفيش يابية مفيش آآ ضغطة على آآ دفاعات نادي آآ البيرن. على الرغم ان آآ آآ السلاسي المهاجم اللي هو آآ نيمار وميسي وسولار. ولكن آآ آآ يعني ايه? تحيصوا حضراتكم كده ان التناغم والانتجام مش موجود في نادي باريس سان جرمان. وعدم موجود آآ آآ امبابي آآ من اول اللقاء آآ فرق كتير جدا مع باريس سان جرمان. ابتدى الشوت التاني وقرب في الديئة تلاتة وخمسين من عرضية من سانية من ناحية الشمال. آآ آآ يشوتها آآ آآ ساروخ آآ فرست تايم كومن. آآ تنزل من تحت ايد الحارس وتدخل المرمى ويتقدم نادي البيرن على نادي باريس سان جرمان ويكلل جهوده بتاعة الشوت له. ديئة سبعة وخمسين خلاص ما بديهاش. آآ آآ امبابي ينزل مكان سورار. ولكن آآ آآ نادي آآ نادي باريس سان جرمان بعد نزول مبابي كان فيه نشاط وحيوية ولكن آآ آآ ما كانش بالكوة برضو اللي تقدر ان آآ آآ تخلص اللي تقف. ففي الديئة الاثنين وستين كرة من ناحية اليمين بيختارك بيها آآ 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 موسيالة ويلعبها بالعرض آآ 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 يطلع بدماغه آآ مواتينج وتضرب في سن العرضة وتطلع ضربة مرض. آآ 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 وبينتهي اللقاء بفوز نادي آآ بايرن ميونخ على باريس سان جرمان واحد لشيء على ارضه وسط جمهور. طلع بعد اللقاء امبابي وآآ آآ احنا حنفوز في على البايرن في اللقاء العودة في عكر داره في البانيا. لما نشوف آآ آآ دي كانت آآ 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 عندنا في مصر في مرتضى منصور مستشار مرتضى منصور آآ آآ بيعلن آآ آآ انضمام نادي الزمالك او مشاركة نادي الزمالك في البطولة العربية آآ بصفته آآ بطل الدوري الموسم الماضي. آآ آآ البطولة طبعا بتضم سبعة وتلاتين آآ فرقة. عايزين نقول ان الاتحاد العربي كان بيفاوض النادي الاهلي علشان آآ يدخل البطولة ديت او يشارك في البطولة دي. ولكن الاهلي بيدرس الموضوع وبيفاضل ما بين البطولة العربية وبطولة آآ آآ دوري السوبر الافريكي. هل هتقام? هل مش هتقام? هل هتتعرض معاعدة مع آآ بطولة العربية ولا لأ? آآ الجوائز ايه اخبارها? آآ النادي الاهلي بيدرس ولسه معلق او مجمد الموقف. البطولة بدتضم سبعة وتلاتين فرقة عربية. بيتبدأ الدور التنهيدي آآ في الفترة من واحد مارس لآآ خمسة مارس. والنهائيات آآ بتاعة البطولة هتقام في السعودية ان شاء الله في الفترة من عشرين يوليو الى خمسة اغسطس. آآ حامل اللقب بيحصل على آآ ستة مليون آآ دولار. آآ الوصيف بيحصل على اتنين ونصف مليون دولار. آآ عندنا خبر تاني واخير وهو ايقاف الكابتن آآ والحكم الدولي ابراهيم نور الدين آآ من قبل الاتحاء او من قبل لجنة الحكام. آآ آآ قال آآ كابتن توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام ان تم ايقاف آآ كابتن ابراهيم نور الدين بسبب تصريحاته في قناة الحياة آآ عن مباراة الزمالك واسموحة وتبريراته آآ للاحداث او ضربات الجزاء اللي تحسبت واللي متحسبت. آآ وتلع اراد الكابتن آآ ابراهيم نور الدين وقال لا انا ما كنتش انا كنت بتكلم في العام انا يعني بتكلم في حالة عامة آآ آآ فدي كانت مشابهة للحالات اللي كانت موجودة في مباراة الزمالك واسموحة ولكن انا ما كنتش بتكلم على بالاخص على آآ احداث مباراة الزمالك واسموحة. هنشوف طبعا الفترة الجاية دي طبعا كابتن ابراهيم نور الدين اتوقف واكيد هيتحاول للتحقيق. هنشوف آآ 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 لجنة الحكام هتتعامل معاه ازاي بعد آآ تصريحاته في قناة الحياة. آآ دي كانت اخر حاجة معنا النهاردة نلقاكم في حلقة قادمة من جوة جول مع يحيى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.